إيه اللي يفرق ما بين ممول جاي برجله وهيتعمله أو هيطبق عليه هذه الآليات الخاصة بالتجاوز أو قانون التجاوز وممول تاني مصمم هو أنا مش موجود حد شو خبانه مني حاسس أنه قاعد في الضل كده لا الحقيقة خلال التلات سنين اللي فات والحقيقة مصطحة الدرايب كانت في تطوير كبير جدا 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 وميكانة غير عادية وكان الهدف من عملية التطوير وميكانة الغير عادية هو تشجيع الاقتصاد الغير الرسمي ويضمه إلى المنظومة الرسمية وبالتالي أنا لما يبقى فيه ممول حاسس أنه هو ممكن ما يكونش متشاف من قبل مصطحة الدرايب المصرية فمن خلال التحول الرقمي اللي بتقوم بمصطحة الدرايب المصرية هو فيه غير مأمن في ذلك لأن إحنا طبقنا أكتر من طريقة وأكتر من عملية نجحة في عملية التحول الرقمي زي الإكرار الإلكتروني واللي تم الانطلاق فيه في شهر عشر الفين وطمانتاشر والانطلاق فيه منظومة الفاتورة الإلكترونية في تلاتين ستة عشرين عشرين والانطلاق فيه منظومة الإصال الإلكتروني في واحد سبعة سنة اتنين وعشرين الهدف من تلك المنظومات الإلكترونية هو توفير معلومات المعلومات دي بتساعد مصلحة الدرايب المصرية في حصر الاقتصاد الغير الرسمي وتشجيعه مبدئيا فيه للانضمام للمنظومة الرسمية وفي حالة عدم انضمامه إلى المنظومة الرسمية بيتم تطبيق عليه العقوبات المقررة وفقاً للقانون والعقوبات عندنا بيوصل التهرب الضريبي لأن الممول بيدفع الضريبة وبيدفع التعويض بتاع الضريبة وممكن كمان يوصل التهرب الضريبي إلى السجن من ثلاثة لخمس سنين فعلشان خاطر كده احنا دايماً في مصطحة الضريبة المصرية بنحاول بشكل كبير جداً ندعم الاقتصاد الرسمي وبنقول للممولين اللي هو اللي مش عايز نضم إلى المنظومة الرسمية من خلال تطور التكنولوجي اللي مصطحة الدرايب بتقوم به هنقدر نجمع معلومات ونساعدك على أنك تتخش جوال منظومة الرسمية عظيم جداً طيب هل أقدر أقول أنه من 18 لحد دلوقتي أصبح ملحوظ لديكم أنه تزايد في عدد الممولين بما يشير إلى أنه جزء بالفعل من الاقتصاد غير الرسمي بدأ يدخل في المنظومة الرسمية ده الحقيقة بالضبط كده وإحنا كمان الحمد لله بناء على انضمام الممولين إلى المنظومة الرسمية بدأنا ندخل أنشطة جديدة ما كانتش موجودة داخل المنظومة الرسمية زي مثلاً نشاطة تجارة الإلكترونية زي مثلاً اللي بيقدم محتوى على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بدأ ينضموا إلى المنظومة الرسمية في جزء كبير من الريتيلرز والهولسيلرز كانوا بيقدروا يشتغلوا من السورس نفسه ما كانش موجود جوه المنظومة الرسمية بدأ ينضم إلى المنظومة الرسمية وخاصة بعد تعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية وخلينا أقول أننا في منظومة الفاتورة الإلكترونية وصلنا إلى المرحلة التامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وحبيب أقول أن فاتورة الإلكترونية نحن من رواة تطبيق الفاتورة الإلكترونية في الشرق الأوسط كاملاً الحمد لله نحن قاربنا على الانتهاء لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية إن شاء الله طبقنا الفاتورة الإلكترونية على القاهرة الكبرى والجيزة في 15-20-22 إن شاء الله هنطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية في الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح في 15-9-22 وفي 15-10-22 هنطبقها في الغربية وفي الشرقية وفي المنوفية وفي وسط الدلتة وفي 15-11-22 هنطبقها في الدأهلية وفي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سينة وجنوب سينة وفي 15-12-22 اللي هي آخر مرحلة في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تمام كده يبقى إبلي كله بالضبط كده من الفيوم لأسوان والودي الجديد والبحر الأحمر يبقى كده إحنا كملنا منظومة الفاتورة الإلكترونية على مستوى جمهورية مصر العربية لحصر التعامل ما بين كل منشأة ومنشأة أخرى أما التعامل ما بين المنشأة أو الشركة إلى المواطن أو المستهلك النهائي وهي دي منظومة الإصال الإلكتروني إحنا الحمد لله انطلقنا في منظومة الإصال الإلكتروني في 1-7-22-153 ممول من القاهرة الكبرى والإسكندرية وإن شاء الله المرحلة الثانية بإذن الله في 1-10-22 على 400 ممول في القاهرة الكبرى والإسكندرية وفي إن شاء الله 15 يناير 23 على 2000 ممول في القاهرة الكبرى والإسكندرية أما المرحلة الرابعة فهيكون على كل ممولي القاهرة الكبرى بالكامل إن شاء الله خلال عام 24 القاهرة الكبرى والإسكندرية وإحنا بقسمينها وفقاً للأنشطة والمرحلة دي هتنطلق من 15-4-23 حتى 15-4-24 أما بقى بقى جمهورية مصر العربية فدي المرحلة الخمسة والأخيرة هتنطلق بإذن الله 15-7-24 وهتنتهي بإذن الله تعالى 15-7-25 يعني إحنا 15-7-25 هبقى زي أدخن دول موجودة في أوروبا إن شاء الله منظومة متكاملة منظومة متكاملة ما بين إكرار إلكتروني إيصال إلكتروني فاتورة إلكترونية إيصال إلكتروني ده بالنسبة للتعامل مع الجمهور داخلياً بقى في مصطحة الدرايب هتقوم بالميكانة والدمج الضريبي خلال الفترة دي كلها فإن شاء الله هيبقى فيه فحص إلكتروني بإذن الله تعالى رد ضريبة إلكتروني كل المعاملات الإلكترونية مش هيبقى فيه تقدير جزافي مش هيبقى فيه نزاعات بالشكل الكبير لأن خلاص كل حاجة بإذن الله تعالى هتكون بشكل مميك اللهم بلغنا 15-7-25 اللهم آمين